المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية للمكافحة الجارب الأشخاص واللجنة الوطنية للمسنين وترى المؤسسة الوطنية أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير الممارسات والإجراءات الخاصة بعمل المؤسسة لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها وفق قانون إنشائها معربة عن تقديرها لموفقة الحكومة على توسيع نطاق عمل المؤسسة للمراقبة على عملها باعتبار المؤسسة جهة محايدة ومستقلة وفي ذات السياق ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعاون السلطة التنفيذية البناء لدعم عمل المؤسسة وضحنا أن هذا سيعمل على تعزيز عمل المؤسسة في تنفيذ ولايتها لحماية حقوق الإنسان وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات الحكومية من جانب وأصحاب المصلحة من جانب آخر ونوه الإدراز بحرص السلطة التنفيذية على تعزيز سياساتها الفاعلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح